افتتحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة كوشكم بجامعة حلوان كمنفذ من منافذ التوعية الإنسانية بالجامعات اتذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة وانطلاق فعليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموية في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة وانطلاق فعليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموية جاء افتتاحه بوث حياة كريمة بجامعة حلوان كمنفذ من منافذ التوعية الإنسانية بالجامعات أبسط حقوق الحياة الأدمية لازم يعيشها أن يبقى فيه بيت كويس مرافق جيدة متطورة صحية مبادرات طبية مهمة جدا للحفاظ على صحة البناء أدم أن الشغل الشاغل بنشتغل وبيهتم بالعمة الشعب أو القوام الأكبر للشعب المصري الفلاح والعامل والقرية والصعيد والنجع نفتح بوث حالك ما شايف هو في ظهرنا دلوقتي ده بيبقى متوجد فيه شبابنا المتطوعين بيتكلموا عن الحياة كريمة إحنا بنعمل إيه بيساعد الشباب اللي جايين بيسألوا ويعرفوا إحنا عايزين ينضموننا بنساعدهم هما إزاي ينضموننا فيه QR كود كده بيسجلوا عليه ويبقى متطوع معنا ومتواجد معنا إن شاء الله في حياة كريمة موجودين النهاردة عشان بنفتتح بوث حياة كريمة في جامعة حلوان والحمد لله في أول يوم لنا لقينا إقبال كبير جدا من الشباب والطلبة والطالبات حابين أنهم ينضموا لمؤسسة حياة كريمة أول ما وصلت بيقلولي فيه ألف طالب حابين أنهم ينضموا لمؤسسة حياة كريمة وده لسه أول يوم لنا داخل الجامعة فطبعا ده دي حاجة كويسة جدا وحاجة مشرفة أنه إحنا الحمد لله مؤسسة حياة كريمة ومؤسرة مع الناس ومع الطلبة بالطريقة تسعى جامعة حلوان مع حياة كريمة لإطلاق مبادرة لوحة في كل بيت من قرى حياة كريمة بمشاهمة من طلاب الجامعة حياة كريمة عملت في جامعة محافظات مصر أرياف تورد طرق دخلت صرف صحي ساعدة الناس اللي مش مقتدرة فإحنا جاينا نرد في الجامعة عشان ناخد متطوعين أو اللي حابب ينضم لنا فنستقبله هي مؤسسة بتدعم الناس الفقيرة وكده وبتبني مستشفيات ومدارس للناس الفقرة والكرة اللي هي في المناطق اللي مش في المدينة الفعليات تشجع الجامعة على ضرورة المشاركة في مبادرة حياة كريمة ابتداء من الأستاذ وعمل التوعية للطلاب بأهمية نشر الوعي في المجتمع المحيط رامي محمد التلفزيون المصري